اقتصادنا بالملي كنهار سبط معا تسعة ومعاك كالعادة على يميني سوفيان القوبانتيني أسباح خير أنس مرحبا مرحبا بالسيدة المستمعين واللي تفرجوا فينا في اللايف الكل أسباح الخير سوفيان واتاكلوك جديد كي حجمت اللحية وعلى يساري وتجراسي كالعادة هلا جلاسي بونجور أنس بونجور سوفيان نحبو نصاب تخزيد على مستمعينا الكل ونبدأو 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 على باركة اللي بنيش نبدأو كالعادة سامحوني سوفيان سامحني هلا بشنا عنا حق رد بش نبدأ به خطر هذا مكفول ولا وحبينا احنا تدخل واحد يجينا حق رد في السيديو ولا يكلمنا بالتاليفون ناخذوه مباشرة ولا يبعثنا كابسول مسجنة لكن جينا رد كتابي إلى سيد مودي العام لذاعة تيافين من الشركة التونسية لصناعة الحديد الموضوع حول ما تم بثهو بالبرنامج الإذاعي اقتصاد بالملي يوم السبت 29 افريل 2023 من معطيات مغلوطة حول شركة الفولاذ نفكر جمعة الأخرى كان ضيفنا سيد فوزي عبد الرحمن الوزير السابق وقال لي معدل أجر شركة الفولاذ 5000 دينار يجينا الرد يقول الرد هذا وبعد تعرب مصالح شركة الفولاذ عن استغرابها مما ورد في البرنامج الإذاعي اقتصاد بالملي يوم كذا كذا من معطيات مغلوطة حول معدل الأجور بالشركة ومن قراءات مجانبة للصواب جاءت على لسان ضيف البرنامج السيد فوزي عبد الرحمن وفي إتار حق الرد المكفول للشركة يجدر إنارة الرأي العام بالمعطيات التالية أولا أن شركة الفولاذ تعتبر شركة مساهمة عامة وتتولى الإفساح عن قوائمها المالية وجميع بياناتها منشورة لدى هيئة السوق المالية وفق مقتضيات القانون عدد 117 لسنة 1994 والاتلاع عليها متاح للعموم بما فيها كتل الأجور ثانيا يضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان والمصادق عليه بأمر شبكات الأجور وكذلك المنافع العينية أو النقدية التي تطفع للأعوان والتي يتم مراجعتها وفقا للاتفاقات الحاصلة بين الطرف الاجتماعي والحكومة في إطار المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادات في أجور قطاع العام ثالثا خلافا لما جاء على اللسان ضيفكم لم يتطرق بتاتا رئيس المدير العام السابق للشركة خلال استضافته سابقا في إذاعتكم بأن معادل أجور يتجاوز مبلغ 5000 دينار شهريا بل أنه دون المستوى حيث لا يتجاوز مبلغ 2200 دينار وهو يعد من أقل أجور في القطاع مقارنة بدول الجوار بالرغم من ظروف العمل الصعبة والمنهكة باعتبار خصوصية النشاط حيث أن الشركة مصنفة ضمن الشركات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة من الصنف الأول يزيدنا فقر أخرى مثلا بشي نقولها قلبي كبير وقد كان من الأجدر التداول في كيفية إعادة هيكل الشركة قصد إنقاذ قطاع الحديد والسلب وتأمين تزويد السوق الوطنية بمادة الحديد الاستراتيجية خاصة وأن الشركة مقبلة على برنامج لإعادة الهيكلة يجري عرضه حاليا على أنظار المصالح الحكومية وعليه يرجى تفضل بإنارة رأي العام وتصويب ما تم تقديمه من معطيات تفاديا لكل ما من شأنه أن يثير التأويلات المجانية أو التأويلات المجانبة للحقيقة لمدار رئيس المدير العام السيد سامي الجابتني عندك ما تعلق أسفين؟ عندي ما نعلق هو ميسيرش أحنا نشكره إطارات بلادنا على التفع ونحييهم أنه هو حق الرد رأو مكفول بقناة لو حبيتو معانتها نكلموه السيد المدير العام أو حتى الملحق الصحفي ولا يجيب أحدينها مرحبة وتشدر الإشارة في الأخر كيني زاد على خطر خدمة السيد المنتج وبالصحة في واحد معانتها منشق في المهنية متاحة بالطبع هو الكلام جاء في إطار موضوع آخر فتم تطرق له كمثال وإحنا المجال مفتوح له يعني يجي نورنا نعملوا حلقة يجي في يفسرنا وضعية شركة سفين لا يا ذي هو اللي حبي تقولوا معناها للنقاط لولا ما نجموش أن نرجعوا لها ولا نعلق عليها ونقول ما نجيش أما وقد كان من الأجدر يظهر اللي مش مش نجيو اليوم فالفين وثلاثة وعشرين نعلموا الصحفيين خدمته سهلا للجملة انتوكا احنا حق الرد وحاجة أخرى ناس قطرنا يعني هنا المنتجم تعل الحصة هذي السيد المدير العام مي سيلش هو دعانا أن نثبته من بعض المعطياتين أن ندعوه زيدا أنه يتفرج في الحلقات اللي عملناهم الكل واللي حكينا فيهم على الشركات العمومية واللي حكينا فيهم على أسلاح الشركات العمومية وفهم حلقة في الصيف حكينا فيها على مشكل الفوليات في تونس انتوكا احنا روتاوة الموضوع بتاعنا الرئيسي اليوم بتاكتشفوهم بعد بشي متعلق بشركة عمومية مهمة برشا وكثرة الحديث عليها حتى من رئيسة الجمهورية لا يميت نتعديو دونك هو حق الرد وذي حقهم بتبيع وحنا نحترم القانون حق الرد مكفول اما كمم أنا سامحني بشنا متعلق بميسيلش يجي بحدينا يجي بحدينا ضيفوش مرحبي بي مرحبي بي وبلعكس احنا ماذا بينا نسمعوا الطرف المقابل وماذا بينا نسمعوا المسؤولين متاع المؤسسات العمومية ميسيلش يعتونا الفيزيون بتاعهم يعتونا بتاتر لو حكي على بروغرام تعالشروتراشون فنسيار يعتين يعتين الفيزيون بتاعهم يعتين البرغرام ميسيلش يجي يحكي ويعتين نستدعوه مرحبي بي بي بحدينا بالعكس حاجة بيه نبرمجو حصة معاه انا انا نحب علىقل والمستمعين ماذا بايفهم وحاشتين مثلا بكيمة الشركة شركة الفولات اسباب الفشل بيش نتعذوا منها وبش ما عاش تتعاود وطرق النجاة واسباب انقاذ هاته المؤسسات علىقل يجي فسرنا عليش فشلت وشنا هو النظرة متاعه والخطة متاعه بيش ننقذوا واحدة من المؤسسات المهمة والاستراتيجية خاطر شركة الفولات معانتها استراتيجية اللي تعمل فيه استراتيجي الحديد والفولات استراتيجي للوطن نبدأ من الموضوع الأول بيش نحكيه على التوقعات الاقتصادية لشمال افريقيا والشرق الاوسط حسب صندوق النقد الدولي هلا جوتم اناس اليوم اختارنا بيش نحكيه على التقرير اللي خرجت صندوق النقد الدولي وليهو فيه التوقعات الاقتصادية للغيشون ميناء ولا لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط لسنة 2023 و2024 قبل ما نحكي على التوقعات هذو ما اناس نحب نقول اللي في التقرير هذي البنك الدولي قال انه الكواصنس في العالم الكواصنس مونديال والنمو الاقتصادي في العالم روه في سنة 2023 بشتيح شوية هو في سنة 2022 كان في حدود 3.4% في سنة 2023 بشتيح 20.8% ولي هو رجع اسباب انخفاض نسبة النمو العالمي برشة اسباب بناتهم ازمة البنوك العالمية كانت تتفكر حكينا عليها اناس سافيه كلكو سمان قال راهو الازمة متاع البنوك اللي صارت في امريكا ولي قاعدة تصير في امريكا بالاخر طالعة مؤثرة مؤثرة على الاقتصاد العالمي دونك تويكا بش نرجع لمنطقة شمال افريقيا وشرق الاوسط دونك صندوق النقد الدولي قل لك اليوم الانفلاسيون بالكزامل انس راي في سنة 2023 بشتقعد في حدود اه 15 بالمية لسنة اه اه 2023 هي في سنة 2022 كانت في حدود زادة 15 بالمية وبالنسبة لسنة 2024 زادة اه بشتطيح شوية انفات بشتوصل بشتكون في حدود حداش فاصل اه واحد بالمية هوني نعاود ناكد انس نحكيو عالغيجون كاملة اه بالنسبة للكواسانس وإلا لنمو البيبي دونك الصندوق الافيمي تتوقع انه بشتيح انه البيبي متاع الغيجون مينا ريجون رهو بشتيح من 5.3 بالمية في سنة 2022 بشتيح ل3.1 بالمية لسنة 2023 وبش يعاود يطلع شوية في سنة 2024 في حدود 3.4 بالمية دونك فما حاجو اخرى زادة انس التشويرة ثانية جزتما هذية اللي فيها التوقعات متاع انفات شعمال هو لصندوق النقد الدولي حاول يقسم الغيجون هذية لدي سو جروب كي ما نقولو احنا احنا انفات تونس رانا في الگروب متاع البيبي امرجان اللي هي نامي دول النيمي صحي دول صحي اكزاكتما دونك يتوقع صندوق النقد الدولي انه نسبة الكراسانس ولا نسبة النمو بالنسبة للكاتيجوري هذي ولا للجروب هذة متاعلي بي امرجان اللي تونس فيهم بيش تكون في حدود المعدل متاحة بيش تكون في حدود 3.4 لسنة 2023 انا ناس جوست حابيت نقول انه اللوغابور هذي اللي تخيز انتريسان فيه برشا معطي تخرينا بتاتخ نعودو نرجعو لهم مرة اخرى موجودة على الانترنت موجودة على الانترنت موجود بالعربي بالفرنسي بالانجلي وتنعودو نرجعو على كلكو شفخ في الحساس القادمة شوكنا ليك هيلاج سوفين عندي كلمة فيسع فيسع قبل التقرير هذة رأوا في افريل خرج تقرير اخر للصندوق النقد الدولي والتوقعات بالنسبة لتونس كانت في حدود 1.3 بالمئة هول معدل 3.4 احنا 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 مطيعين المعدل اللي حاسبين هنا التوقعات متاعنا لقى تجي قد المعدل اللي محسوب اللي الصنف اللي تحتنا اللي هي الدول اللي تعيش فيه صعوبات ملاي لكن مزلنا مصنفين كدول نامية نامية شكرا لك سوفين فاصل ورجعين وانتي في الخدمة ايه فامحلى راديو تسعة وتسعتاشا دقيقة جزء ثاني من حستنا معاك العادة سوفين جوبانتيني وهالا جلاسي ووظيفتنا اليوم الاستاذة اسمة ابول هني مرحبايا اسمة سباح خير عسلام انا سباح خير سوفين سباح خير ديدا سباح خير ديتوانسك كله شكرا على استيراثة هذي وفرحانا برشا لانا معكم اليوم سيخطو في موضوع يهمني برشا يهمك برشا والعالم كل والعالم كل بش نحكيه على بضعية شركة فصفات قفسة وانتي ابنة ترجيها من قفسة وكنت نايبة سابقة والملف هذا عندك برشا والملف هذا عندك برشا تلاع عليه الملف هذا رجعت اول للناس تحكي عليه خاصة سيد رئيس الجمهورية يبيدو حكي عليه ومعنتها ويتمنى او يحب سيد رئيس الجمهورية كما توانسر كله وانه وشاركت فصفات قفسة تنجم هي تكون معاوض للتدين خارجي وتكون هي موقف للاقتصاد الوطني هل هذا ممكن استاذة اسمه ابو الهناء شوف خوي انس يعني القطاع الفصفات هو معروف من وقت اكتشافه من القرن التاسع عشر مقت اكتشافه اعطاء اهمية لمنطقة اهمية حتى للبلاد التونسية وكان هو سيب الاستعمار يعني هو استنزاف الطاقات والموارد التركز اساسا على الفصفات وبالتالي اللي خلاني بالحق انا ديما بنهتم بالموضوع اللي خلاني اليوم نحضر معاكم معنتها وسيكوية غيز امبورتان بشي يبين للرأي العام ويبين للنسكولة زادة الكلام السيد الرئيس الجمهورية راهو صحيح 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 مادام انتو ما تعرفوا الصعوبات الاقتصادية اللي تمر بها البلاد ولي تمر بها على مر العقود زادة معنا تسافي لانتون على قل ما بعد الثورة عرفنا اللي ثم التغييرات اجتماعية واقتصادية طوى اصعب شوية الوضعية نحكيو على الوضعية التوزنة المالية معناتها مزادة تصابط الامور شوية كوني بش نسمع ويحكو السياسيين ويحكي سيد رئيس الجمهورية بصيفته معناتها على سلطة في البلاد بش يحكي على انو الفوسفات هو منقذتون صعندون حقو هذي نعرفو صافي لانتون لكن فما لكن في الوسط انا مش النجم نحكي ما هوش اختصاصي الفوسفات وما نخدمش في شركة فوسفات قفسة لكن خدمت عليها برشا يعني وواكبته يعني وعاصرت حتى الصعبات اللي مرت بيها والواقع اللي عاشته انا بنت المتلوي صحيح كنت سياسيا باعتباري بات على الواقع السياسي برشا مش شوية كنت سياسيا اصغتامه مو شديت مقرر في الاجتة التاقة دونك خدمنا على ملاف الفوسفات برشا برشا سيخطو في البريوت ازمة الفوسفات بديت من ثورة الحوض المنجم من 2008 يا را معناتها سا في لانتون اكثر من عشرة السنوات قديش دخل شركة فوسفات قفسة اليوم وقديش كانت قبل الثورة خلنا عملوا مقارنة باي احنا من اه شوف احنا من مشوش بالما من نجيش نعطيك يعني اه ارقام صحيحة صحيحة معنى طبش مبعد ما يطلع ليش مسؤول يقول راهي اسما بولهاني خرجت جالت اعطت ارقام مغلوطة واللي هما معبطينا يعني كيف ندخلوا اي مواطن تونسي واي شخص مهتم بالقطاع هذية يقرأ ويشوف نحنا نشوفه اللي قبل 2008 قبل فورة الحوض المنجم يقبل فورة كانت شريكة فصفات قفصة 2010 هما عاملين وصلنا لبروديكسيون تا عشرة مليون طن يعني دخل تقريبا شريكة فصفات قفصة في الوقت هذيك واحد فاصل خمسة مليار دولار معنى تعال سوكي فيه اللي دخلوا تاو شريكة فصفات قفصة في المعدل هذيك يغطينا للطلبات الطالبينة من صندوق القارض الفكر واحد فاصل تسعة احنا طالبين واحد فاصل تسعة به اليوم قدشت دخل 2023 بالنسبة 2023 طيو احنا كانوا يخكوا على دي ما نرجو الانتاج معدل الانتاج ما تجاوزش حتيكش لالفين واثنين وعشين ثلاثة فاصل ثمانية مليون طن من الثمانية لثلاثة ونصف بتقلوا مشتاق سحيط حسب ما قالتو لوزيرة السابقة حسب ما سمعتو هي قلت احنا بش نوصله نعملو خمسة فاصل ثمانية مليون طن باقي شوية نرجم تعمل واقعين ما اكثر حتي بالديراية والمعارف ولا ولا اللي دوكيمونتاغ اللي اعطوه هنا وقت اللي احنا كنا نجتمع معا ونشوفوا كل شي على معنتها نشوفوا على عن قرب مع المسؤولين بتاع الشركة والوزيرين زادة ومحلين يعني معنتها فيما يخص شركة فوسفات قفس يعني الشركة تنجم تعمل حتى خمسة عشر مليون طن حتى خمسة عشر مليون نجم خمسة عشر مليون انو علش الشركة هو زون من يرشكون ردايا في المتلوي اللي ومضيه لهم العرائس عنا درنيير موحلو مخزون استراتيجي كبير رو ما ننسوش يرا اللي هو ام لخشب المتلوي ام لخشب هذيه كان مخزون ومخبي اتحل يعني ما خلوه شايف الشركة يعني في مخزون الاستراتيجي متع كله يخدم مش يطلع يعني الموارد الاقتصادية يعني الموارد المالية للابلاد معنتها ما فماش علاش لكن فم لكن استاذة اسمى فم ازوز ارقام ما زلنا حاشنا بهم امم مش نفى مبقية الحوار امتعنا امم تقول لي كونا نعملو اه في ثمانية مليون طن اليوم نعملو في ثلاثة ونص اخر اخر انتش المفارقة قديش عدد اللي كانوا يخدموا في شركة فصفات قفسة قبل الثور باي هذي النقطة هذي زمها التوضع اي بالحق على خاطر دي ما نسمع صعوبات والشركة وثم في قلبنا اعطينا ساعة الارقام بعد فصر قبل الثورة قدش كان انك يخدم اربع اربع لاف وستة مية اقل من خمسة لاف اربع لاف وستة مية اقل من خمسة لاف اليوم قديش اليوم في حدود تلاثين الف معا التوابع الشركة التابعة معا التوابع الخطر معا دناش نغلطو شركة فصفات قفسة مايش واحدة راي التوابع معناتها انت تقول لي تحب تقول لي اللي هما عدد المواظفين والعمل وكل شيء في الستة كان مش في السبعة زادوا في السبعة سبعة مرات عدد المواظفين مش الشركة الشركة معا التوابع الشركة والتوابع تون جي يتفصل ثمانية لاف الشركة دجاوة للدبر هيا معا التوابع بعد ثلاثين الف والانتاج نقص رقم الثاني قديش سوم طرناتا فصفات في الفين وعشرة قدش سوم التورناط الفوسفات لي? باي سوم التورناط الفوسفات. حسب اللي موجود راهو احنا نشوف احنا ميجيش راهو مستقول من الشركة يعطيك رقيقة رو. مش مبعد ما يقول لكش راهو اه اسمة ببوهاني دي ما نرجع ولا اناس ولا لهم. الممشور على خين الدولين. اعم باش نشوف. تورناط الفوسفات يمكن فيها لفين عشر كان توصل حتى ستة وتلاثين دولار راوي سبعة وتلاثين دولار سيريا را. ستة وتلاثين دولار. توى بالنسبة توى الفوسفات ليخرج من الشركة. بازال لا تكرر لمضاف واحدة وعشرين اللي نجول هنا هنا من شوش البعيد الفين وعشرين كان يعمل في حدود سبعين دولار توا الترفع لحدود مية وسبعين دولار وقابل الارتفاع مية وسبعين دولار وثم الفوسفات لذو الجودة العالية والمكرر اللي ياخد تسميتو في السوق العالمي شبيك يصل حتى الالف وثلاثمائة دولار الاف وثلاثمائة دولار نحن والاسواق نتاعنا شكون يزمنا احنا خسرنا اسواق نارى شكون اسواق هند صين برازيل هذول اللي كنا نعرفوه قبل كان يجيبوا في بارشة بارشة فلوس يدخلوا في العملة الصعبة وين هم توا حاس ما سمعت بديت ترجع الاسواق العالمي في الاولى الاخيرة رجع الحقيقة حتى كان روح انا المتلوي انا بيت المتلوي كان روح هنا لقوا حركية كبيرة وخدمة كبيرة على مستوى انتاج الفوسفات معناها الارقام اللي بشنبنيوا عليهم وبشنفهم وباقي الحسة وانو عدد العمال والمواطفين زادوا بارشة سوم الفوسفات بتاع بارشة في العالم المفيد تونس تكون مستفدة ندخلوا اكثر فلوس لانتاج اكثر للأسف نلقاو انتاج ضعف ونلقاو شركة وصلت يظهر لي خاسرة في بعض الاوقات خاسرة هما حسب ما يحكوا المسئولين قالوا وصلت للانهيار حسب ما يحكوا المسئولين قالوا احنا وصلنا باش نجيبوا الفوسفات مالبقية لكن ثم سؤال يسألس يا ناس هاني جيك سوفيا نتعليق صغير ونرجع لك والله النارس اللي كنت تحكي فيه انت معناها كيفاش احنا نتعديه من اه اه اربع علافة مستمع قولوا خمسالاف خمسالاف موظف ومن بعد الشركة بما انه ولت عندها توابع معناها الشركة بيدها كبرت خاطر ولت عندها شركات تحت ما معناها المفروض يتطور القطاع ونزيدو خدامة وصوم الفوسفات يطلع واحنا مزلنا خاسرين ونقصوا في الانتاج ما كيفاش نجموا نحلوها هذي هوس اللي جايينو السؤال شنوه اه اللي كنفتسلو اه السادة اسمه هاو باش نفسره السؤال عليش هذا كله قاع بي اللي اللي حكي سوفيا هاو باش نجاوبك علي سياناس تحكي انت على انت عليش طلعت اللي سنبي جيتو نعلمك مكثر اللي كادر انت اخر جورة ريت اللي بيرويت فارغة داكوردو اللي كانو يتقلدو مناصب هامة جدا كيما نحكو اللي دي جيه ولي شيف سير يعني للمديري الاقاليم ولي ديركتور جنيرال شاديل سيختو لبروديكسيون كله خذيط ريتو مشترا معادش عنا يدعام المختص زيدو برش عمي اللي زيدو يدعام لابل يكون متنسيش شركة فوسفات قفصري تقريبا عشي اسنا ما عملش انتدا باترا مش نابدو واضحين جبت الثورة هي وقتش بدت المشاكل في الحوضر المنجلي الفين وثمانية جيه في النظام السابق وقتها جي بن عليش عمل عمل السوليسيون تا شركة البيئة والغيراس اللي هي شركة البيئة والغيراس سالة من وقت بن عليها لا بيانسور هون سخيب بعد ثورة هي دي سو تخوتانس لي دي سو تخوتانس عملت وقتها كأنها دي مرشي انتدبو في خلصوا فيهم يعني كيما نقولوا احنا اسميك وكان الخلاصا تام يعني يكون عن طريق لفردسيام صندوق تيميد الحوضر المنجلي وقع انشاؤوا في اول التسعينات على اساس بش يجبدو الضغط على شركة فوسفات قرصة ويعملوا مشاريع التنموية للحوضر المنجلي من المناطق صناعية وبش يمولوا هاك الشباب بالقروض شوية الي رينيت او نجيكم بعد انا على هداك ثم جانب اخر راهو بش الناس تعرفوا تفهموا وحتى راهو القيادات يزمها تفهموا الشي هذي يعني اذا كان انا ما نفهمش الواقع المعيش اوه اوه جاتت ما زادتش هذيك هيا ايش صار بعد 2011 صار اجتماع مع ايطار سيمي اللي كان شد اه شركة فوسفات قرصة كانوا نصيان بي دي جي وزادوا ورجعوا في وقت عهد وقت حكومة باجي قاية السبسي الله يا رحمه في حكومة تسيئة العلماء لقبل انتخابات المجلس التأسيسي جووا وعملوا اه ادماج شركات البيئة والغراسة في شركات البيئة والغراسة شركة فرعية تابعة لشركة الام اللي هي شركة فوسفات قرصة بي وزادوا شعملوا كان ثم ديستوترطوس تعلاق الفوسفات زي دارا اي نجي معا مقاول نعمل معا المقاول موكلف بشي بشي ينقل فوسفات ما بين اللي كغياغ وان اللي ما بين الحوض المنجة يوصل القيبس ولا يوصل الصفاقس ولا ليهو اللي يقع فيه تكرير الفوسفات ومعنتها وراسكالتو بشي يقع التصدير انتاعو خاصة المجامع الكيميائيه جو زادة لموها في شكل شركة تسمى شركة نقل المويد المنجميه واش صار ما هوش دمجو كل عباد بركر اللي دمجو حتى الماتريال جدت الشركة واخذت هاك الماتريال اللي كان عند لي سوترطان كل ولمدوهم قالوا على اساس الماتريال اللي ما تقوش نخسروا نحبطوا في ماتريال جديد وهي خيبة المسع الملف هذي مسمعتش عليه حتى شي انا واخدمنا عليه برشا وكنا حتى وقت اللي كنت انه يعني نمارس في نشاطي السياسي كنايب على جهة قفصة ايش بدناه الناس كله تكلمنا عن جهة في فساد معنتها يعني الماتريال سمحني تو انت الشركة تخدم حتى مئة الف ختام ما يقلقش لكن اللوجيسيك اللي عند الشركة اسكو يا سيد الرئيس يا مسؤولين اسكو اللوجيسيك اللي عند الخدامة غادي يوصل باش انتي تعمل عشرة مليون طن ولا خمسطاشن مليون طن مش كيف كيف ها نقول لك علاش قبل عندي مداخلة وقتها في عهد حكومة يوسف الشهادة وانا مديت لها ملف شهادة الرب انا ميهمنيش يهمني في مصلحة بلادي ومسلحة يا اخي انا اناك الصعوبات الاقتصادية متمسنيش انا وانت ومجتمع الكل تمس الناس كل تمسنا من الجهات الكل لكن مادام احناها ثم ناس كانت تتسبت في الكوارث هذي لا ميسالش نعايتنا نقول علاش علاش كل شي تو نشوفي دي كومنتار او نهاري والحوض المجنس وستتسب في المتساكنين غادي ايه سامحني انت كوزير ولا كمسؤول اه بتصير ترا وسكون غادي ميسالش مرة يوسف الشهادة عمل خطاب قل قطار من الفصفات معه وقطار من التانيمية كله كذب سامحني انت البانوتين سامحوني في الكلمة بالحق سامحوني قلت هلو في وجهه نعم بالحق بالرسمي قطار من التانيمية هو قطار من الفصفات شنو قطار من التانيمية شنو جاب صاحبة حتى وزير الصناعة وطاقة وما ناجم وقتها اللي ما عليناش فيه كله ساقن سيسقى بمساقة وجاء لحل مشكلة ولحل اشكالية ولعمل حت شي وما عملوا حت شي طو انت وقتها تحكي على اساس اللي انا وجاء وعملوا بين اجتماع وبارش وجونا وزراء غادي للحوض المنجي بوجو القفصة وعملنا بي فيه بي 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 بيش نعنك زاد ما تحكي على ثلاثين الف خدام زادوا جاء وعملوا بي فيه سبعة الاف موطن شغل ونوم تفهم شي؟ هيدا اللي خلق المشاكل الاجتماعية اللي عطلت انتاج وانتاجية الفصفات المدتها 12 سنوات شكون سألها دي؟ لانو المسؤول يا سيد فلان اخرج حل مشكلة تارش كون كان يحل في المشاكل اقبل؟ يخرج العادل المنافذ يعمل المعاينة يتحاور مع المعطاس مين ويخرج مع هالامر الامر عبده كبيره وللامره سمعت هنهارين يقولوا عسكرت الحوض المنجي شبشت عسكر اي اه اه بش اسأل هو ركسو الي هذا الحل الامني متروح ولا ينجم ينجح سمعتوا لي هو تطرح الحل وطرحوا عندو برشا مش متو تطرح قبل؟ تطرح وجابوا راه وجابوا عسكر وراه منطقة الحوض المنجي وقت ايش؟ اون دوميل اه ويت وبعد دوميل ويت بعد الثورة جابوا حطوا مدرعات ودبابات في مراكز الانتاج وحطوهم في منطقة البركة هذية اللي هي وين مصدر المياه الشرب انت على الحوض المنجي ملت تغسل به الشركة في الفوسفات سمعت درنيا الموع هذك التفعيل المشروع هو قديم جديد اللي هو نقل فوسفات بانبيب المياه وإلى جلب مياه البحر مش نربحوا استنزاف الثروة المائية عفوا كلها مشارية خدمة راه يحبرة له احنا الناس اللي ان شاء الله حسب ما شوفت السيدة رئيس الجمهورية يدعم في المجالة وهو يعرف هو يعرف اللي راهو ما منقلتون اسأله الفوسفات وما نضل مش الناس راه زاد راهو مش انا ندافع مانش في موقع راهو بش نجي انا نقولك راني نعمل السياسة انا نقول في الحقيقة اللي موجود انا جيتك شاهد عيان راهو شاهد عالعصر انت يا استاذ لا بيانسير خدمناها بيدينة وما ديناها بيدينة وعنا الملفات وما سكتناش وما دينا ثم سرتها ملفات فساد ووصلت الاعلى صلطت في البلاد اخط كان عنا لاكسي رئيس بالحق عندي لاكسي بش نمشي سيد رئيس اخوة سيد رئيس اخوة هذا بر مشيح المشكل تحكي على الشركات التابعة راي مقدرة يا خاتيات الريتريت راي شركات البيئة والغراسة غربي دي ما يعملوا في في دي ما يعملوا في يتفقدوا فيها الناس اخدتوا الريتريت هاي ناس خرجت للخارج بس خل ما هو شكل كم من تاع العشرة الاف عون مش صحيح را والناس طالبت وسط عام بتاع تصامتها قال لك خدمني شغل ما هو الوحد كي يخدم انت تعرف اللي فم كالفة اخرى را الشركات التابعة هذية ما عندهاش نظام اساسي ما يقولوش قانون لانها ما يش مازال مجالسة شريعية ما عنداش نظام اساسي داخلي ينظمها وبالتالي ينظمها ترجع للنظام الاساسي والقانون الاساسي اللي ينظم الدرجان ستاع الشركة الام ما هوش معمول بيا في الشركة اللي يموت علش توقع المشاكل اللي موت في شركات البي او غير السلاقات اللي امرتو لا صغارو لا كابيتال دي سي لما بانسيون دو لا غدغة لا حد شاي تاب شاي دانك وصاعة لصاعة اه تاقع اشكالية حتى على مستوى اه معنتها اكسيدان دو تغفاي شركة ناقل المواد المنجامية زاد بارشة ناس عالماتريال اللي نحكو عليه يسوق الكسومي كاميون تعرف انت كان تمشو انتو ما وتشوفو بالباهي لشانتية الويزان المنير را يترافاي بالحق يحكي قبل ان اسمع فيكم على معامل الفولات اي صحيح كلها 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 ميهان شاقة لكن الشاق غاد يرا فمش عائلة ما ميت ليش واحد بالكونسير اذاك اخضاء وقدر الله فيش تحكي تحكي على مسائل اجتماعية تحكي على مشاكل حتى ما جاء مرة جو اربعة وزراء وزراء غادي ناس كل تجري مش على لا بش يضربوهم كل واحد حبي يفرغ قلبه ويحكي راي عندي اشكال صحي راي عندي كذا راي عندي كذا هو الحوض المنجي من من القرن التاسع عشر شانتي هو شانتي والناس تسكون في شانتي كم حتى شي جديد ثم دي كادافر متاع البنائيات الفرنسية والادارات الفرنسية حتى الادارة مش محتار ما روحها في الشركة سوفيان خلنا انا سوفيان ومبعد هانا وبعد ناجل سؤالي انا مساعد فيه صعب يا عندي سؤال وعندي ملاحظة سؤال اول فعلا سمعنيك استاذا قلت اه المفاوضات مع المعطس مين يعملها عادل منافذ والامن معناها المسؤولين مش مستعرفين باهم ما يحكيوش معاهم مسؤول يخاف باش يخرج معطا يكلم مواطن ولا معطا صمت كين في الوقت اذي قدر يحكيلك هنا فوق علي مطل يكلم كله يا برا حلي المشكلة ذيك عملي المشكلة العادل منافذ رو ما عنده حتى الداخل ما مفروض في الحكاية انت ساعات اه مش حتى حتى المجتمع مدني لو تخلصها والوظائرة فيش تحكي حتى قداش نواحد رو يوصل يحرق روحها ويكتر روحها ويموت غاك تي كله احتقال عليش والسبب هم المسؤولين روح ما قولش الكل عليش سبب هم المسؤولين ها مش يجي يعملي خل الغلط بالغلط ما ثم حتى مسؤول حتى الان وقلت هالهم من الفين وسبعتاش مش من تول اخرجوا يا ناس قولوا راهوا شركة البيئة والغيراس والشركات التابعة وغيروا راي ما عادش فيها انتدابات راه يصرحوا العباد انا صرحت بالعباد ولا تخيبوا عليش ما عنديش ابوي ابوي من عند الشركة اخر صراحهم صراحهم لتوا ما زالوا يحكم خمسمائة بلاسة في اول يا خي يزيد يجي الوضع يجي الوضع يخلي هكي الشباب يعيش على امل ما فهماش جستما اسمى السؤال هو في الاتار هذا وكأنه الشركة في صفات قفسة خلقت البتالة في المنطقة شمعتها خلقت البتالة؟ معناتها بما انه الاجور عالية نوعا ما طبعا لطبيعة العمل واحد ما يقبلش بشي يبدأ معناتها با لحظة بركة بأجر معناتها كيما متوسط في باقي معناتها في تونس في جندوبا في قفصة في القروين يبدأ من السميق يبدأ من اللوتا وبعد يطلع تفهمها تدرج دوك كيني نوع معناتها البتالة تخلقها الشركة هذي بالنسبة الاجور شوف ما ندخلش فيها انا الاجور جانبنا كل ما عندهم جانب اجتماع وتعلم جانب اجتماع قويرة سمعنا اخويا سوفيان عندهم جانب اجتماع قويرة في شركة فصفات قبص معلي زونيكس كلها تعرف انت شمعناه الجانب الاجتماع عندهم نقابات راهو ما شاء الله وزيدة في نفس الوقت نقابة حسام تعاونة حتى مع الدولة ما تمسالش هينطايحوا بش نخدموا هذا اللي نفهمه انا الحقيق بالنسبة لسلم الاجور راهو سلم الاجور البيئة والغراسة راهو الجيرايات اه نقولوا احنا اكثر شوية مسميك في ساتسون واتسون دينار بالنسبة لشركة يختموا بلحقتها والبيئة والغراسة البيئة والغراسة عاملونهم بروغرام جت بريود يخدموا فهم مشكون ليدارات تخدم لكن الاعوان جت بريود جابولهم ماتريال يضحق برهم شو صوروها بالشركة بيئة والغراسة تقريبا فهمو قسمة راهي ما بين جابس وسفاقس وقبس القبس الولاية اي 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 فهم بيئة تخص شركة فوسفات كبس راهو من عشر الاف ما يخصوش شركة فوسفات كبس راه عشر الاف راه مقسمين ما بين لي سي جي ليتابعين اللي بيئة اللي سامحوني اه 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 بيئة الحاوض المنجم اللي هي سريكة فوسفات كبسة لي مش حتى كبس لمضيلة عامنا مجمع ها المضيلة اه بطريقة ديريكت. اشتحكي هذك التلوث ما نحكوش عليه احنا واستنزاف الطروة المائية را. عليه اشتحكي. معناتنا الناس ما همش فاهمين الملفات. كل صراح. معاه احترامي. كل وزير. تمشيله وتفاهمه وتوجد معاه. اللي امكان باش نقابله را. اللي ما امكان زادة يلزم يفاهمه. ريت انت سياسة شركة فصفات جافصة. معاه وما ننكروش را. فما زادة مسؤولين خدموا باش يوصلوا الشركة للدوب. الشركة ذروتها في فما مسؤولين كانوا معناتها هزوها الشركة وكل شيء. في الفين وثمانية. اقبل الثورة هاته. قول الفين سبعة الفين وثمانية اي للامانة. كانت شدها اه مسؤولنا تذكروا اسمه عبد الحافيضة نصيري. كانت الشركة الطلبة ياخدوا اعانات والتلامدة ياخدوا اعاناتي سنوية ترحقهم من الارباح انت عالشركة. للامانة. كان اللوجيستيك ولك مين ولك راحبوترة انا جاله مرة راهي شريكة فوسفات قاف سخفيل سو ما تعطيش حل. كيفاش كيفاش كنتوا تنتجوا. قالوا كنا خرجوا تسعتاشين تران. ايه قداش يسوى الترانيت في النهار. قداش الترانيت اللي تخرجوا فيهم قداش. كانوا كنتوا تخرجوا تسعتاش سترات عمرو ثمانية مليون طن. خرج توا ثلاثين تران. شنية المشكلة? وهي خائبة المسعف اللي جابوهم وحكيت عليهم اللي حكي علي من الرئيس. الملف كانت عندي مداخلة. وقتها كان وزير النقل. اه اه سمحني اه اه مش من نغلطش في عاديوز في الشهد. خليني يبارك مغير ما السامي وسامي. اه احكيت اللي اه السكة مش مطابقة للقاتلات. انا من لوحيه في صفاقس. انا في صفاقس. اخي كيفاش دولة. صفقة مشبوهة. كيفاش تغلط الدولة غلطة هاك. والله يشوف على ذكر الصفاقات راح. علش انا نقترحها. نانا هايدي وبعد يجيني صفاقات اخيرين هايدي. نعم. كيفاش تغلط الدولة مفهم. ماهيش الدولة. اه ملا شكور. شركة. شركة فوسفات قاسي. شكوني تحمل مسؤولية. صحيح ترجع. ترجع للرقابة لتاع الادارة العامة للمناجم وترجع اصلا للرقابة للوزير نعرفوه السير كبيرة. الكيرثة وين توا? الكيرثة اللي انت ديريجان ديريجان في الشركة توصل. سمحني في الكلمة وحفنا ما دي زنجام ما عاش علي نار مراه. زي ده كيف كيف. زي ده اه نعرفوش كوني. مهمش الخاص. يا استاذة. يا استاذة تحكيلي مكش تحكيلي على عشرة ملايين وخمساش تحكيلي على ميات الملايين راول نجام. مليارات. مليارات خير وخير. مليارات المليارات. ليطلعوا بيهم من الفوق. اناك وما يمشيوش وماهمش. اناك في نمشي نشوف طريقة الانتاج. والانتاجية بتاع شركة فوسفات قاسي. بكل مشني مختصة انا في مجال القانون بكل صراحة. اما واقعين. الناس تاختب معدات بداية. بكل صراحة. لا كروة اللي يتعدى في الفوسفات مقطع. الكمين هار كل طايحة بان. الكمين على ذكر الكمينة. كل كميون طايح بان عجلة. من ناحية. صب بالترناطا ولا كاي. كده شيز كميون? ثلاثين لارمين. كوالها صبها في الكيس مش نام بالكيس. هذيك وقعنا في الحوضة المشي. هكي شغط لك. ليه ليه بالحق بالحق. شانتي شانتي ما يعرفو حد. ينسير. اذا كان حمولة الكاميون. عليش هما في الصافقات ناس تعاني تاو. الصافقات راهو الكاميون يزم يدخل جديد راهو للشريك. هذي اللي كانوا يعملوا فيه قبل ما نعرش تاو كفاش ولو يتصرف. هذي كلها حقائق. حتى وكان جا حق الرد ولا قالوا راهي اسمة بلهانات كلمة فيما لا يعنيها. يفضلوا يردوا باللي موجود. يجينا مرحبا بيهم هوني هاي دعوة هاي دعوة مفتوحة واسمة موجودة وهي لا بيش تعلق. جستما انا سنا حبيت انقول اللي اليوم احنا قاعدين نحاولو نحكيو بتاتخ في المشاكل اللي موجودين في الشركات الامومية. ونحبو زيدا نحكيو عالحلول. بماذا بينا كيف نحكيو عال مشاكل والحلول زيدا يكون فاما. وكي ما قلت انتي نستدعا واحد ملغو بخيزنطان متاع متاع شركة الفوسفات ويجي مسيل يحكي معنا عليش فاما المشيك اللي دومان كل وشني الحول لحت هوا ما بتاتخ يراي يشوفهم هوا. ونحكيو حتا في الحلول للي يشوفهم احنا. انا جست باللهي انا سحبت نرجع على الارقام اللي قلتتهم مادام أسماء. sans فت جمع هذي. ان فت دبي جنويا دميل 23 من جام في الفي ان في كل شركات انصاروا بيزير افتة أن تونس ستستعيد مكانتها الدولية في إنتاج الفوسفات اليوم نحكي على في 2022 إنتاج الفوسفات كان في حدود 3.7 مليون طن وقاعدين نحكي على شفر اللي هما مزلنا رنبعات برشة حتى اللي عملت موزارة الطاقة رهي بعيدة برشة على الركر اللي صار في سنة 2010 اللي هو كان في حدود 8.2 مليون طرناتا واليوم كيف نحكي على استعادة مكانة تونس في العالم رهو لازمنا نذكروا شوي أرقام اللي اليوم الصين رهي قاعدة تنتج في حدود 85 مليون طرناتا والمغرب اللي هي جارتنا رهي تنتج في العام في حدود 40 مليون طرناتا لذلك انتي كيف تعطيني هكا تعطيني دي زفيدة الناص وتعطيني أخبار كيف من هكا رهو مزلنا بعاد برشة وتقول لي تستعيد كيفيش بستستعيد في الحلول اللي ممكنها اجراءات اليوم ضرورية على قل باش ننقضو هالشريكة في الوضع هذية انا واحد ناسة اذا بيا وزارة طاقة طبخة مغير حد شيء مغير وزيد يسقودها يسقودها السيد رئيس الجمهورية باعتباره تبنى التحدي وعندو الحق مادام نحنا باش نعاولو على رواحنا عندو الحق يشرف على انتاج شركة فصفات قبص شخصيا رئيس جمهورية يشرف مع رئيس السيدة رئيس الحكومة لا لانو اي وزير نفس الشي نفس النتيجة يجي ما يعملو حد شيء ما يعملو حد شيء ساعة في ساعة ساعة مانيش موافقك خاطر نجلة بودن كي نجي ونشوفو رئيس الحكومة وزيرها الحاجة الثانية هراهو مشكلة فصفات قبصة ميش شركة كهو المنظومة الكل لازم نعملو لها استراتيجية وطنية ومنطقة كاملة نعملو ونعاود ونشوفو الانفرس تركتور متاعنا وكيفاش قاعدين نهزو ونجيبو في الفصفات كيفاش قاعدين نبيعو فيه وصفقات كيفاش قاعدة تصير لماذا كنت كشرف علي يا سيد الرئيسي لي انا بش ينظر منظور اجتماعي اقتصادي ووقع سياسي سؤال اخريني اسمه 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 سؤال اخريني ده انا حكيتلي على ملفات فساد توا متاع اللي ما يخدموش متاع اللي مش قد السكة مع انت برشا خاسير سبوا ملفات فساد موجودين ملفات فساد يعني انا ثم ملف زوز ملفات عملتهم الشركة توصرف وصرفت عليهم المليارات وعطيت المليارات اللاعبات ثم ناس اغنية شاركة فسفات كيفاش صندوق تنمية الحوض المنجمي والله يلتوى نستنى في برشا ملفات انا واحدة ناس رجعتهم بعجز التنفيذ لانو مالجينا حط شايفي مليارات تتهزت وغيره ما تم عليها حط عطوهم في قالب قروض باش ينموا ويعملوا ويحيوا المناطق الصناعي اللي ناجم يقول له مثلا ماشي يجيو يجيو ايوين مشي المليارات قد بتنموا هذي عاملينوا باش يبنوا بانينوا كل بيوتهم طاع طيورة سامحني بانين دلوا كل ساكنة فيم الطيورة في قفسة افهموا الحقيقة شوف هذي ساعة اللي شاركة فسفات وقفسة والله متكافيكم نو تمشي على الميدان انتو مكا اعلاميين امشي على الميدان طفل قول تولك اناكل لي ديق انت على الفسفات ليجوه للمانو قال لما عملوا دي ديق حتى لو ما هو وقت لي جيو منظمات العملية عالمية هما ناس تحركتها ناس كل ارادات هلكت بالفسفات معناش هراضي فلاحية بالرغم تعرفوا اجود التمور وزايتين والفزد منطقة السكدود منطقة تابديتها ذي الوقت فيها التعويضات وتسرقت للعبادة ملفة كبيرة ذاي زاد التعويضات وباري بغاف زاد فاش تحكي حكم بثنين واربعين مليون حكمت بها المحكمة وعنا ومديتوا المسؤول كبير انا جاي السيد مسؤول في الجري ديق عمل الصلح بمية وثمانية مليل شعل الخمسة دينار بش يفتش على الخمسة دينار معانتها معانتها بشتفهم معانتها المحكمة حكمت بتعويض الحد بثنين واربعين الف دينار بيت جاي السيد عمل الصلح بمية واش واش يومي علاش عملتك والله يسهيت فيش مازال مسؤولة مازال مسؤولة مش فلوس الدولة وفلوس الشركة وفلوس غفصة تمحوني فالكلم على خاطر واحد كيتش بد الموضوع هذي انا ليه ولا سيسوفي ايه كيتش بد الموضوع هذي بالحق ساعات الواحد يخرج من سيد لاني كل دار كيتمشي وتشوف العبيد اشتاين لا اشتحكي على الخلاصة خلاصات شنية يا اخي خلاصات شنية تعرف انت الكادر في شركة فوسفات غفصة سيوخ شنية السالير ناقل دباء معنتها السالير الاصلي انتعو بيدونا كل الزيادات نحنا عنا لزوفريه قلو لزوفريه يخلص بالكنسة كلاس اعنا لكلاس دو تروى والكات والسانك في الليزوفريه وعنا مبعد طول يطلع كادر كلاس سيس يطلع كادر بعد لزانجينيوغ وليسوزانجينيوغ نعرفوه شوف 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 شاركت فوسفات غفصة حتى 2012 عالم اللي تحرقته وخسرت خسائر نا مش صحيح خدمناه بيدنا الملف وقاعد تعويض حتى على امورتي سمو البنية المبنية مبنية عام تلافين رجعت لهم شريك تأمين ستار سبعة مليار دوئات وتخدم الملف على النار متعاوضة كل شي معاودة تبنت حتى شي بناءات كادر حاوض المنجمي لو كانت هز شريكة فوسفات غفصة الاملاك انتاعها اللي هي امورتي وخلت البنية تحتها خاربة والكياسات تعد على الكمية الخايبة خاربة توني شو لابس شكرا صدق من قال في هيك الفيلم ينعلب الفوسفات بالرسمي عواقعين في عشتنا عندك عندك حقا تقولي انت من جاش معاك اني رئيس لا لا بالحق في الوقتنا في الوقت هذي كدا كان السيدة رئيسنا يقض تونس بالفوسفات يشرف عليه شكرا لي كل السيدة اسماء بولهني ملف كبير نرجو ناجم ونرجعولو في وقت نعادو ناخدو دي دي تاي اخرين فاصلوا رجايب محلا راديو درجة الاخرانيين من اقتصادنا بالمنلي في البنبلان اليوم ذي فتنا رانيا كسراوي مرحبا رانيا سباح الخير اناس نهاركم سيناس الليسمعو فينا يتفرجوا فينا الكل على اي اف اي مرحب بك انتي رئيسة ومنسقة نادي فاهمولوجيا بمعات صحافة بالي بسي بالتباع ما هو نادي فاهمولوجيا هذي ان فتش نحكي على فاهمولوجيا الكل فاهمولوجيا تدابور هي ميديا سيانتيفيك وهي شنية ميديا سيانتيفيك وهي زادة شبكة ناودي جميعية مختصة في تبسيط العلم نحكي هنا عن ستة جماعات في ستة نوادي في ستة جماعات ايبسي اينات نفابريل افستي ايساكت ووجوريديك احنا لهنا نخذ في الاختصاص متاعنا نخذوا لغشارج سيانتفيك لكولي عنا ونفصلوهم ببسطوهم بطريقة سهلة بش العباد الكل تفهمهم انا اليوم بحديكم بش نحكي لكم عالبري فاهمولوجيا بور لكميونيكاسيون سيانتفيك عنكم جائزة جائزة فاهمولوجيا للبحث العلبي عن دوينر ايز وتعطيه جائزة دوينر ايز لفانسانك جوان لفانسانك جوان بتبيع ما نحرخوش كون جوائز جائزة فاهمولوجيا للبحث العلمي نظمتها فاهمولوجيا في اطار برنامج سيفي بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبشاركة مع قلم قلم ليها وسيلة اعلامية بازي سور الجورناليزم اكسبليكاتيف عملنا الجائزة هذي بش نربحو او نكيفو احسن مبادرات لتبسيط البحث العلمي في تونس دونك شنو الاهداف متاعكم في تفاهمولوجيا بالتبيع نفهم البحث العلمي معليش البحث العلمي بالذات خاصة نتيسميتني مثلا لبسي ولا لسان جوريديك شعب ادبية اكثر شعب ادبية شنو الهدف الهدف انو احنا عنا ديروشيخش مهمين على الاخر في تونس غير ما ما يسمع بهم حتى احد كيما ما نعرشتا ومثلا لنا تحكي لك على الفلاحة تحكي لك عليش ما فهمش ما في تونس عليش لعبيت تحب تفهم غير ما احنا نعملو دي بودكاست نعملو دي فيديو اكسبليكاتيف نعملو مثلا كيما في اللي بسي نفسرو ما عرشك تقول خط تحريري برش عبد ما يعرفو شو معناه خط تحريري الخط تحريري بتاعكم اي اي اول حاجة يبدو لك بيها احنا نفسرو احنا نبسطو واحنا اليوم بالجايزة هذي بش نكيف او احسن مبادرة لتبسيط البحث العلمي في تونس يعني انتي مثلا عندك فيديو عندك كتاب عندك منعرشين عندك بودكاست عندك غيزو سوشيو كو سوا او او انديفيدويل معناه يتخدو فيها الحاجة هذي اه بش نبسطو معناه إسو في انتي ساهمت وبسط بحث علمي سامحني في تونس يعني رك انتي تعمل في حاجة مهمة عالاخر اليوم بلأس موافقك 100% حاجة مهمة عالاخر كيفاش تم المشاركة في المسابقة هذي؟ تم المشاركة في المسابقة هذي تلقاوا الفورنيولار علا تاج فهمو جيواء دونك بايش فهمولوجيا على فيسبوك ايي فهمولوجيا ولا انستغرام تقاوا الفورمولاجيا再 اي نتي تابة بش تعمرو الفورمولار وتشاركو معنا الفورمولار يتسكر لو 15 ماي وليل مفتوح للنس لكل ساعة ولا التالبة الانتي تناجم تشارك انتي تناجم تشارك مثلا عندك فيديو مثلا نجم نعمل برش فيديوات تعمل فيديو انتبسط فيها بحث علمي حاجة نحن نحكيوش عالسيانتفكة ونحكيو على السيانس دي لناتور نحكيو على العلوم الاجتماعية والإنسانية نحكيو على اي مفتوح كل شي غير معتا مش العلوم التجربية فقط حتى العلوم الإنسانية معتا كل شيء ذكا عليش ذكا اللي فاسر الفهمولوجيا موجودة في برشة جامعات ما هيش معناها سيانتفك ما وفمكيني ولا التنسيقيات في همولوجيا بين ال اي هو الغزو دي كلوب بذيت عمل وقت بدي بدي في أول عام هذا أول عام هذا خاطر أول مرة نسمع بي وانا دون حاجة أخر عام عام ني أو العام سني أخر الفين وثين وعشرين عجبتني الفكرة راني عايشك سان بيان فرمي تفرمينا بالبهي في لباس دو جورناليزم سيانتفيك تفرمينا في المنتاج تفرمينا في برشة حاجات غيالما بش نخرج كنتوني دو فالر بان كأي تونسي ناجمي شارك بانسور كأي تونسي ناجمي شارك مش مش مهمة تبدأ طالب برك لا 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 كأي تونسي عندك مبادرة لتبسيط البحث العلمي بسطت حاجة فسرت حاجة للعبات كو سوى في بودكاست في فيديو في كتاب في اللي هوى ناجم تشارك وتأخذ وتطبيوهم فيديو هذا والانتاجات tengaけتي فما المهمة مش العدادة المهم فما تساعد نساق تساعدين مش كما بدين املون مش كما توا فهمولوجيا كمام وليت معروفة بالبهي بالبهي توا معناها انتي راني الكسراوي واحدة من الناس فماشي هكا ببحث ولا حاجة وقعت بسيت وقلت ياه اه صار هكا الحكاية هني فهمت مثلا كيما نقول للاسكت باركزمبل يفسرنا في حاجات اقتصادية للاسكت قاعد نفهم بارشة وليت نفهم اكثر معناها ميزا تغلينا في فهمولوجيا معناها وليت نتبع ونفهم بارشة حاجات بارشة سننترسوا كل سافيه والله يحبيت ناخو اكثر دي دوني على فهمولوجيا قطلي عندكم كات كلوب هكا سي كلوب ستة نويش من عضو عندكم توا معناها شباب اه انفيت بارشة احنا كي بدينا جست بدينا معناها للمانبور دي بيرو معناها للمكتب التنفيذين ولا من كل فاك فما اربعة معناها بدينا تفرمينا بالبي بعدي كحالنا ركوتما في الفاكلتة فما بارشة فما شكون ما نعرش لنا في كل فاك تلقى عشري في كل فاك تلقى كاس سا ديبان معناها للالا عندكم نشيطات خرين اختال اه بان احنا نعملو دي فرماشيون انتغن بنت بعضنا معناها للي فهمولوجيا قل احنا نعمل لبسي فاسرهم حاجة طيبة عقريتي هما مثلا في اللي ناتي فاسروا لنا حاجة تحس لي هذي فهمولوجيا والنادي اللي عملتوا لبسي ما ينجم يعاونك نهر اخر انتي معناتك تقول لي لبسي انا نتصور واحد من الناس النجم يكون غالط قال لي انتي مستقبل صحفي مستقبل اتصالية خطرين انا نتصال مستقبل اتصالي تحس لي قاعدة تحلك ببين بالحكاية هذي؟ بانسور بانسور تحاولني بارشة وقتلي انا نلقى روحي نخدم في حاجة تنفع تنفعني وتنفع العبادة حاجة فيها تواصل حاجة فيها تواصل احنا بدينا شبكة طلبة ما كنش ملو نعرف بعضنا ما تو احنا عائلة فاهمولوجيا غير مو عائلة واحدة عائلة متاع شباب بش طلق تشوف قوت شباب وين معناها غير مو قاعدين نخدموا معناها الناس كل تخدم الناس كل ا книس كل ولا عشر ثاويني صفين كل جمعة معناه نلقى فيديو جديدة في فاهمولوجيا مثلا والي كل جمعة تلقى فيديو لكلوا قاعدين يخدموا مش كن فيديوي تلقى دي بودكيست تلقى دي بوست معناها نفسروا شكراً لك رانيا كسراوي شكراً لك على المجهود يعطيكم صحة جسد حاجة بارك ما تنسي وشألي الفورمولار يتسكر نهار 15 ميل دونك نيزيتي با عمر الفورمولار وإن شاء الله تكونوا معنا نهار 25 جوان بشتاخدوا الجايزة اخر أجال 15 ميل شكراً لك رانيا كسراوي رئيس ومناسقنا دفاع مولوجيا بمعهد الصحافة لبسي شكراً لك لجلسي شكراً لك سوفيان جوبانتيني شكراً لضيفتنا الأستاذة أسمى أبو الهنة وتوقيت الأخبار لكن قبل الأخبار الميتة ومعا جيهين مرحبا جيهين مرحبا نوس